تحياتي وتقدير جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى المشاركين في هذا الاجتماع وتمنياتهما أن يتكلل الاجتماع بالتوفيق والنجاح وثمن سعادة الوزير الجهود الكبيرة لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مجال تعزيز الحوار بين أتباع الأديان مؤكدا حرص مملكة البحرين الراسخ على دعم الجهود والمبادرات التي تصب في تعزيز الحوار بين أتباع الأديان ومد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات المتنوعة بما يسهم في تكريس مبادئ وقيم التعايش الإنساني وإعلاء روح التسامح وإشاعة السلام من أرض السلام تنطلق حوارات السلام من خلال استضافة مملكة البحرين للاجتماع الأول للجنة الدائمة للحوار الإسلامي المسيحي بين مجلس حكماء المسلمين والباتيكان هذا الاجتماع ضم في نقاشاته الثرية سبل تحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي من خلال الحوار الهدف لوضع نظام إنساني عالمي يعزز العدل والحرية والمساواة ويأتي هذا الاجتماع عكاسا لزيارة التاريخية التي أتت برعاية ملكية سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتي ضمت كل من قداسة الحبر الآظم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين هذا هو أول لقاء يعقد للجنة المشتركة بين مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار في الفاتيكان هناك اتفاق على التأكيد على هذه المبادئ التي تبحث عن سبل تطبيقها على الأرض وعلى العمل المشترك ونقترح الآن آليات لتنفيذها من خلال تكوين لجان مشتركة يعني لا شك بأن هذه انعقاد هذه اللجنة في مملكة البحرين هو خطوة من خطوات الاستمرار للملتقى الذي تم برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله وكان هذا الملتقى من أجل الحوار بين الديانات والثقافات ولذلك جاء انعقاد هذه اللجنة اليوم من أجل الاستمرار على تلك القيم والمبادئ مملكة البحرين أطلقت إعلانا للإنسانية من خلال اللقاء الثنائي بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان واليوم نكمل هذا الإعلان الذي كان له تأثير كبير على الصعيد العالمي حيث نناقش طرقا لمساندة الإنسانية هذا الاجتماع له قيمة كبيرة وتنعكس إجابا على العالم أجمع تفعيل العقل وإطلاق حرية التفكير بين مختلف المجموعات الدينية يؤسس قاعدة صلبة لوضع أفكار تتسم بالعدل والحرية وحقوق الإنسان فمملكة البحرين تصون حقوق الجميع وتدعو لإطلاق هذا المبدأ بشكل عالمي لتحقيقه على أرض الواقع ما يسهم في رفض الإنسانية جمعاء بالكثير من القيم والمبادئ وجود الاجتماع الأول في البحرين له دلالة تذكرنا وتأخذنا إلى هذا اللقاء التاريخي الذي انعقد بين مجلس حكماء المسلمين وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية بحضور البابا فرانسيس وبحضور الإمام الأكبر شيخ الأزر الشريف في مسجد قصر الصخير وكان هذا اجتماعا استثنائيا لأول مرة يجتمع أهم الرموز الإسلامية مع أهم الرموز المسيحية ليناقشوا تحديات التي يواجهها العالم المعاصر اليوم دورنا الأهم والأسمى هو خدمة الإنسان خدمة الإنسان بغض النظر عن دينه وعرقه وجنسه ولونه والبحرين الحقيقة أنموذج لإبراز هذا العمل وإبراز هذا الدور اجتماعا مميز صلت الضوء على القواسم المشتركة التي تساهم في تعزيز العمل المشترك وتطوير أطور التنسيق حول مختلف القضايا العامة ما ينعكس إيجابا على هذا الملف العالمي مخرجات مهمة أعلن عنها من خلال هذا الاجتماع الذي أتى بعد لقاء ثنائي مهم أضطر برعاية ملكية سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بين قداسة باب الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين مخرجات أكدت على تعزيز قيم السلام والتعايش وإحلال هذه القيم عالميا شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين